من الخرطوم ينضم إلينا سحفي عمار أبو الشيبة أهلا بك عمار ما هي التطورات الميدانية بالدرجة الأولى بعد انتهاء الهدنة في الأيام الماضية وأيضا أي تحركات أو تطورات تتعلق بموضوع السفرات وخاصة السفارة الموريطانية نعم أهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام آخر التطورات هو هذا الصوت الذي نسمعه لطائرات الاستطلاع تابعة للجيش السوداني نسمع صوتها ولا نراها ولكن أيضا بالتزامن مع هذا الصوت نستمع إلى أصوات انفجارات منذ لحظات قبل الدخول لهذا المباشر هنا في شرق وجنوب وغرب العاصمة الخرطوم بشكل واضح هذه الانفجارات منذ الليل استمرت ليلا وصباحا وحتى ظهر اليوم بشكل لافت هنا في العاصمة الخرطوم أيضا الطيران الحربي التابع للجيش السوداني نفذ عددا من الطلاعات الجوية في منطقة شرق النيل وعدد من الأهداف استمعنا إلى هذه الأصوات صباحا وهذه الانفجارات بشكل مكثف جنوب العاصمة الخرطوم أيضا دارت عدد من الاشتباكات في منطقة الكلاكلة شرق بالعاصمة الخرطوم وهذه المنطقة التي تشهد توترات واشتباكات برية ما بين الجيش والدعم السريع في هذه المنطقة هذه التطورات اللافتة أيضا ألقت بظلالها الواضحة على حركة السير هنا في شرق العاصمة الخرطوم وجنوب العاصمة الخرطوم باعتبار أن هذه المناطق هي أيضا من أكثر المناطق حيوية وأكثرها سكانيا باعتبارات أن عدد من الأحياء ما زال فيها عدد من السكان بشكل ربما كبير وهذه الظلال أيضا ألقت بعدد من الصعاب على كثير جدا من المواطنين في هذه المنطقة ما يؤثر على حياتهم بشكل واضح عدد من المقذفات تتساقط بشكل عشوي على عدد من المنازل وعدد من الأحياء حتى اللحظة ليست هناك رصد ميداني دقيق لعدد الإصابات سواء قتلى أو إصابات ولكن هناك معلومات أولية تتحدث عن إصابات في شرق وجنوب العاصمة الخرطوم لعدد من المواطنين في هذه المناطق نحن نتحدث عن مناطق قريبة من حي الفتحاب أيضا كان يشهد الكثير من التطورات وخاصة يعني هو حي في منازل سكانية كثيرة نعم حياء الفتحاب ومنطقة المنصورة والمهندسين بجنوبي أم درمان هذه المناطق هي مستعرة بشكل كبير حيث يتواجد سلاح المهندسين أحد أهم أسلحة الجيش السوداني وتتحصن فيه قوات الجيش السوداني ومن خلاله تنفذ عدد من الهجمات المدفعية على عدد من التمركزات والأهداف على أرض الميدان مناطق الفتحاب المنصورة أم بدا والمناطق الأخرى أيضا تشهد هذه الاشتباكات وبالأمس رأينا تلك الفيديوهات والصور التي بثها الجيش وأعلن فيها استطاعته تمشيط المنطقة بالكامل ما يعني أن القتال نوعا ما أصبح خارج هذه المناطق إلى مناطق أكثر بعدا في عدد من المناطق المجاورة خاصة وأن هذه الأحياء فيها عدد من السكان وفيها عدد أيضا من المجمعات السكانية التي ما زال فيها سكان متواجدين بشكل واضح وبالأمس استمعنا إلى عدد من المناشدات والإفادات من شهود العيان الذين يقتنون في هذه الأحياء طيب سريعا عمار كنت سألت عن موضوع اقتحام السفرات السفارة الموريتانية ومنزل السفير التركي هل لديك معلومات والتفاصيل حول ذلك باختصار لو سمحت نعم هذا البيان نشرته وزارة الخارجية السودانية وأوضحت فيه عدد من النقاط تتعلق بالسفارة الموريتانية والسفارة التركية وسرقت عدد من السيارات وعدد من المقتنيات داخل هذه الأماكن حتى اللحظة ليس هناك معلومات إضافية فيما يخص هذه النقاط الهامة باعتبار أن كثير أيضا من البعثات والمقارات الدبلوماسية تعرضت لمثلها كذا حوادث دائما الجيش والخارجية ما تتهم الدعم السريع في هذه النقطة والدعم السريع ينفي بالجانب الآخر ليست هناك معلومات جديدة أو إضافية في هذه النقطة حتى اللحظة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر